مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله بداية أسبوع لطيفة بإذن الله درجات الحرارة أقل من معدل لطيفة أثناء النهار تميل إلى البرودة ليلا لكن في النصف الثاني من هذا الأسبوع تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مشاهدينا فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى نستعرض سوياً لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نبدأ بيوم الأحد يوم الأحد إن شاء الله تكون الأجواء اللطيفة بشكل عام أثناء النهار درجات الحرارة أقل من معدلاتها الأجواء في المناطق الشمالية وبعض الوسطى غائمة جزئياً درجات الحرارة أقل من المعدل أحياناً خاصة في فترة صباح والمساء تكون الأجواء باردة نسبياً أيضاً هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة قد تصل أحياناً إلى بعض المناطق الوسطى لكن المناطق الجنوبية أجواء اللطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلاً الحرارة المتوقعة العظمى في المناطق الشمالية 22 الصورة 14 المرتفعات الجنوبية 18-9 المرتفعات الوسطى 18-10 الأغوار 32-20 وخليج العقبة 31-19 الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل المنطقة الجنوبية الشرقية 22-13 والبادية الشرقية أجواء مبرى 27 إلى 13 درجة مئوية يوم الاثنين إن شاء الله الأجواء أيضاً تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة تبقى الأجواء تقريباً غائمة جزئياً في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى بعض المناطق الشمالية هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة الأمطار اللي براحة تسقط يوم الأحد والاثنين تكون على شكل رداد إلى أمطار خفيفة أحياناً وأيضاً لفترات محدودة فالمناطق الشمالية أيضاً يوم الاثنين في فرصة لهذه الأمطار العظمى المتوقعة 23 و الصغرى 14 المرتفعات الوسطى 19 و 10 المرتفعات الجنوبية 16 إلى 8 والأغوار 29 إلى 18 درجة خليج العقبة 30 إلى 18 والبادية الجنوبية الشرقية 22 إلى 12 والبادية الشرقية 27 إلى 13 الأجواء في الأغوار والعقبة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة أثناء الليل يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة أو بداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة أجواء لطيفة بالنهار تميل قليلاً إلى البرودي بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 و الصغرى 16 المرتفعات الوسطى 22 و 14 المرتفعات الجنوبية 19 و 13 الأغوار والبحر الميت 32 إلى 21 وخليج العقبة 32 إلى 20 في الأغوار والبحر الميت زي ما حكينا أجواء محتدلة بالنهار لطيفة بالليل البادية الجنوبية الشرقية 25 و 14 والبادية الشرقية 29 إلى 15 درجة مئوية يوم الأربعة توالي درجات الحرارة ارتفاع إضافي على درجات الحرارة تصبح الأجواء ربيعية معتدلة أثناء النهار ربيعية لطيفة ليلاً المرتفعات المناطق الشمالية الأضمن متوقعة 33 و الصغرى 20 المرتفعات الوسطى 29 و 18 المرتفعات الجنوبية 26 إلى 16 والأغوار والبحر الميت 35 إلى 24 درجة مئوية وخليج العقبة 35 إلى 24 الأجواء في يوم الأربعة والخميس في الأغوار والبحر الميت والعقبة أجواء حارة نسبياً نهاراً لكنها معتدلة ليلاً المنطقة الجنوبية الشرقية 30-17 والبادية الشرقية 33 إلى 20 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء تقريباً في البحر الميت والأغوار والعقبة حارة نسبياً في النهار معتدلة بالليل لكن المناطق الشمالية 34-22 طبعاً يوم الأربعة أو يوم الخميس تظهر السحب العالية في كثير من المناطق خاصة الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية وأيضاً المرتفعات الوسطى 30 إلى 19 والمرتفعات الجنوبية 28 إلى 17 ولغوار البحر الميت 36 إلى 26 وخليج العقبة 36 إلى 25 درجة مئوية والمناطق الجنوبية الشرقية 33 إلى 19 وأيضاً المنطقة الشرقية 37 إلى 21 درجة مئوية إذن أجواء ما بين دافئة إلى حارة نسبياً يوم الخميس بإذن الله لكن يوم الجمعة يطرأ انخفاض أو تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلاً وبالتالي بتكون في المناطق الشمالية 32-17 المناطق الوسطى بتكون الأجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً 22-14 والمنطقة الجنوبية 26-13 والأغوار والبحر الميت 37 إلى 22 خليج العقبة 38 إلى 21 والبادية الجنوبية الشرقية 31 إلى 15 والبادية الشرقية 35 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمن الله ورعايته النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري